الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبهي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبله ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيراً ونذيراً اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد صلاةً وسلاماً تائمين متلازمين إلى يوم الدين ووشيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى أما بعد فيا عباد الله إن الذهب بين المعادن هو أغلاها قيمة وأعلاها مكانة وهذا المعدن الأصيل النفيس لا يكم صفاءه ولا يتجلى نقاعه ولا يكمل تماسكه واستحكامه إلا بالعرض على النار لصهره وتمحسه ولتزيل عنه الأخلاق والشوائد وكذلك الأمم القوية والشعوب المجيدة لابد لكل منها في مراحل حياتها المختلفة من التعرض لعوامل الاختبار والانسهاق حتى يتحقق لها النقاع والطهارة من جهة ويتأكد فيها التماسك والاحتمال والثبات من جهة أخرى بأسرح بأسرحل من جهة أرشبه أكثر من الأنساس لإيطاق لأسفل وديك أسفل وديك أسفل وديك أسفل وحد من أحسن الآن لأسفل فيه أسفل والتدعم والأسفل فيه ولا يت 사건 يتشبه أرشبه أن يمتلك أعادة بل حدث وزيزيوية إنما يشاهدون أمي يا سياد أن كل مقاطع يجب أن يحضره إلى كامل وقال إنه مستقر وقال إنه مقدار يساعد من يحضره يجب أن يحضره من مدرسة يجب أن يبعوه إلى مدرسة أمدرس وقال وقال أخرى ويتمثل هذا الاختبار للأمم القوية والشعوب المجيدة يتمثل هذا الاختبار في تجارب تمر بها أو مصاعب تتعرض لها أو أزماء تمتحن عزائمها وتشد أزرها ولذلك كانت الشنائد من أفول أشباب الموصلة إلى الكشف عن معادم الأمم وجواهر الشعوب والأمم والشعوب التي لا تتعرض للتجارب والمصاعب ومن ثم لا تمتحن إرادتها ولا تشد من عزائمها فَإِنَّهَا تَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهَا دَوَاعِي فَنَائِهَا وَهَنَاكِهَا Les épreuves auxquelles tout grand peuple est destiné à être exposé se présentent tantôt sous la forme de crise qu'il atteigne durement tantôt sous la forme de malheur qui l'affecte cruellement tantôt sous la forme d'événements qui le touchent péniblement Or ces épreuves, mes frères, n'ont d'autre but que de juger la valeur de ce peuple estimer sa qualité et éprouver sa résistance Ceci veut dire, à contrario, que les peuples qui ne sont pas atteints par les crises ni affectés par les malheurs, ni touchés par des événements douloureux et autres épreuves qui permettent d'en juger la valeur et en vérifier la qualité et bien ces peuples font l'aveu de leur bassesse et signent à terme leur arrêt de mort et leur disparition Ce sont les crises, mes frères, les malheurs et les événements difficiles qui élèvent les peuples et les mettent en valeur C'est même à ceux-là qu'on les reconnaît comme étant de grands peuples والله تبارك وتعالى يدعو عباده المؤمنين إلى حياة الكوة والمقاومة والمغاربة والاحتمال ويدكرهم جل جلاله أنه يسوق إليهم في بعض الأحوال من ألوال التجربة والانتحال ومن التعرض للتبعات والأزمات ما يجعله تصفية لنفوسهم وحواسهم وتجلية لمعادنهم الأصيلة وجواهرهم الأصلية وتحلية لنضارهم في سبيل ربهم في سبيل عطائدهم ومبادئهم في سبيل حرياتهم ومقدساتهم فيقول القرآن الكريم وليمحص الله الذين آمنوا وينحق الكافرين ويقول وليبتني الله ما في قلوبكم وليبتني الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم ويقول ويقول عن فريق من عباده الاخياد وليبتني الله ما في قلوبكم ؟ ويقول وإسحبت Marshall من إرخواه يقول c'est aussi pour qu'ils prennent conscience de leurs droits, de leurs libertés et de leurs principes sacrés. Et après avoir pris conscience de cela, qu'ils cherchent, Bec et Ong, à défendre ces valeurs et ces principes avec ténacité. C'est pourquoi le Coran déclare « Nous faisons alterner ces journées difficiles pour les hommes ح improb問題ة لطفوة ركرواوا لذا، إيجابهم، لقد أصدقوا لاقافة لاقافة كما أن الله تبارك وتعالى يدعو عبر المؤمنين إلى الصدر إلى المصادر إلى الاعتصام بالتقوى والتقوى يا إخوة الإيمان قوة ووقاية فيقول عز و جل وإن تسبر و فإن ذلك من عزم الأمور ويخبرنا كتاب ربنا أن الصبر على أداء واجب المكرول بتحمل التبعات والثبات أمام الأزمات هو المثداح للنصر والفوج بل هو المعوان على تيسير كل عزير وعلى تقريب كل بعيد فإن يقول عزوجل فسبر صبران جميلة إنهم يرونه برينة ونراءه طريبا Dieu appelle ses serviteurs, les croyants à faire preuve de patience et à le craindre sans relâche comme le Seigneur a dit dans son livre saint si vous êtes patient, si vous êtes constant si vous craignez Dieu voilà vraiment les dispositions nécessaires pour entreprendre de grandes choses le livre de Dieu apprend aux croyants qu'accomplir leur devoir malgré les preuves qu'ils subissent rester ferme dans leurs principes malgré la phase grave qu'ils traversent sont la clé qui commande l'accès futur à la victoire et à la réussite c'est la clé qui rend facile ce qui est difficile la clé qui rend proche ce qui est lointain comme Dieu a dit dans le Coran supporte ce qui t'arrive avec une noble patience il pense que le châtiment est lointain alors que nous le voyons tout croche c'est le châtiment 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 c'est le châ scheし Chu temps que le châche quand Wella sa priorité les études comme ce que disait vous pourriez c'est que ce qu'il seokolka dans les alexis le chron nous faisons aussi وانا يأتي الاني يرفعوه وأن الشرق يجب أن يكون كرياً يترسل كلمة فيها يجب أن يكون قبلاً فيه يباني بحثي و أساعده مجرد قبلاً فيه وإن إيانا أن أعطيبك كبير سوف يقول في سنة إنه إياني ستمنى يعيون فقط لا يتشجعون فقط فقط لا يتشجعون فقط أريد أن تحقيق satu تشجعون حقا عندما يأتي la victoire de Dieu la victoire de Dieu pourtant n'est-elle pas proche y a la victoire de Dieu la victoire de Dieu les peuples forts et croyants restent dignes et grands dans la mesure où ils assument leurs devoirs et où ils font des sacrifices en particulier dans les périodes de crise et dans les phases graves que nous connaissons telles que la phase grave que nous connaissons aujourd'hui quand au fait que le parti de la vérité et le parti du mensonge se livre une guerre sans merci voilà une réalité qui n'échappe à aucun croyant qui se respecte cette guerre est d'autant plus dure et acharnée quand elle a lieu entre un parti du mensonge puissant et perfide qui possède des moyens énormes et un parti de la vérité peu nombreux dont les capacités sont limitées cependant mes frères les hommes de valeur aussi peu nombreux soient-ils resteront toujours attachés à leurs droits fondamentaux ils assumeront toujours leurs devoirs essentiels et respecteront toujours leurs obligations morales quoi qu'il en coûte quand même ils devraient périr en défendant le droit et la justice et ce jusqu'à ce que leur génération ou celle qui suit atteigne finalement son but et réalise sa volonté n'en déplaise aux hypocrites n'en déplaise aux injustes ce jour-là les croyants opprimés verront s'accomplir devant eux devant eux la parole de Dieu qui ne trompe pas dit la vérité est venue le mensonge a disparu certes il est de la nature du mensonge de disparaître l'amma pour les autres on en reme d'éthrus d'âme à l'âme à la éthlée à l'âme d'âme 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 à l'âme d'âme dâme à l'âme ويجب عليها كذلك أن تصون حريتها وترامتها باحتمالها للشباع وبصبرها على الابتلاءات كما أنه يجب أن تتواهج في صدورنا المعاني الكريمة للتماسك والثبات حتى نسعى بمشيئة الله من حاضرنا المعلم إلى غد قريب إلى غد مشرق حيث يتحدث عنه التاريخ فيقول إن هؤلاء الرجال استطاعوا بإيمانهم ويقينهم أن يجتازوا شدة عرضت لهم فاستحقوا بذلك نصر ربهم واستحقوا بذلك خلود ذكرهم والله ولي العاملين الصابرين واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله هملا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر عباد الله اتقوا الله فيما أمره وانتهوا عما لها عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله أمركم بأمر ملأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال عز من قائل العليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آملوا صحوا عليه وسلموا تسريما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين لو القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سابر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموال وألف بين قلوبهم يا رب العالمين اللهم بسفوة جبلوت قهرك وبخيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك نسألك يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا سريع يا منتقم يا شديد البطش يا جباق يا طهار يا من لا يعجزه طهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة أن تجعل كيد من كادنا في نحره ومكر من مكر بنا عائدا عليه وحفرة من حفر لنا واطعا فيها ومن نصب لنا شبكة الهداع اجعله يا سيدنا مسافا إليها ومسادا فيها وأسيرا لديها اللهم بحق كافها يا عنصات اكفنا هم العداء ولقهم الرداء واجعلهم لكل حبيب فداء واجعل الدائرة عليهم اللهم أقلل عددهم اللهم فرق جمعهم اللهم أوصل العذاب إليهم اللهم أفرجهم من دائرة الحلم واسلقهم مدد الإمهال وقل أيديهم واشتد على قلوبهم ولا تبلئهم الآمال اللهم مزدهم كل ممسك مزفته لأعدائه انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم لا تمكن الأعداء فينا اللهم لا تمكن الأعداء فينا اللهم اغفر لنا ويواردين ولمشيكنا ولأرباب الحقوق علينا ولساء للمسلمين أجمعين آمين 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 والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء للقربة ويلهى عن الفحشاء والهمكي والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون وأقيم الصلاة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ترجمة نانسي قنقر شكرا